بسم الله الرحمن الرحيم أهلا بكم عزائي مشاهدي قناة الأهلي في برناميكم ملك وكتابة أينما كنتم الحظ ومسائل أخرى ومنطق سيد العمدة محيارهم يا أهلي إبراهيم أهلا بك يا أرشي مهندس أهلا بكم عزائي المشاهدين وموعد يتجدد معكم والحلقة 826 من ملك وكتابة جاية في حلقة الحصاد الأجمل والأروع عشان كده حلقة بعنوان واحد فقط هو ده الأهلي هو ده الأهلي وهي دي إنجازاتها ومشاهدين ربنا دمها أيام سوبر مع النادي الأهلي يا رب تستمر إن شاء الله تستمر عشان كده حلقة اليوم فيها الحصاد الكبير الأهلي بطل السوبر للكرة المصرية بعد مفاز على بيرامد بإنجاز كبير ويحقق اللقم رقم 13 في البطولة ما يعادل أكثر من أربع أضعاف أقرب منافسية ثم الأهلي أيضا يفوز بكأس السوبر لكرة اليد محتفظا باللقب بعد التغلب على الزمالك ويحتفظ الأهلي بهذا اللقب بهذا الإنجاز الكبير في كرة السلة بعد تحقيق سوبر كرة القدم بأيام معدودة كرة اليد كرة اليد بعد كرة القدم بس دفق لي طيب لأن كرة السلة جاية إن شاء الله عليها الدور دي كانت الاحتفالية الكبيرة أوي في أبو ظبي بتتويج الأهلي بطلا لسوبر الكرة المصرية عن جدارة واستحقاق الأهلي لأنه الأهلي ليس متفوقا فقط كأسطورة ألعاب الصلاة ولكن حتى في الألعاب الفردية هانا جودة بطلة أفريقيا تفوز على زميلاتها المصرية بطلة مصر والنادي الأهلي أيضا دينا مشرف بعد تفوغ كبير في بطولة أفريقيا هانا جودة معجزة تنس الطاولة ودينا مشرف أيضا أسطورة تنس الطاولة الأسطورية الكبيرة في تنس الطاولة لتكون الفردية والزهبية لبنات مصر والأهلي وفي إنجاز مصري أهلاوي رائع في ألعاب تنس الطاولة أيضا عمر عصر يحرز زهبية بطولة أفريقيا لمصر محققا رقما كبيرا كسب نمر 12 على العالم بطل نيجيريا ليوصل عمر عصر ترتيبه الكبير كواحد من أفضل لعب القرى الأفريقية في تصنيف أبطال تنس الطاولة أولمبيا وعالميا وبطلاتنا أيضا مايار شريف تحقق إنجازا رائعا في التنس وتقفز إلى المركز الـ 27 عالميا الـ 43 عالميا بعد إنجازاتها الكبيرة وللمرة الأولى في هذا المشوار الكبير ليواصل الأهلي تسجيل أفضل البطلات وأرفع الأوسمة وأعلى الألقاب سوبر أهلي سوبر أهلي